اعلن احمد حسان ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلاع الجيش في الخامسة مساء غدا على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للمسابقة الدور المصري وضمت القائمة كل من محمد فوزي ومحمد كوكو وعبدالله جمال في حراس المارمى واللاعبون محمد دسوئي وعصام صبحي ويو أنور ومحمد هاشم وباهر المحمدي وفراش شواط وكريم عرفاط ومحمد الشامي وعمر الساعي واحمد عبدالوهاب ومحمد نصر وحسن صابر واحمد مدبولي وعمر الوحش ومصطفى فارس ومحمد عبدالسميع وعمر حمدي ومحمد حسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة وباسم مرسي وحمد النجاز وأحمد عدل عبدالمنعم وأحمد محسن بعد قرار أحمد حسان ميدو بعرضهم للبيع وخوضهم تدريبات منفاردة تحت إشراف أيمن الجمل فيما جاء استبعاد الشبراوي من قائمة الإسماعيلي لمبارات طلاع الجيش لإصابته بالتهاب في الحوض فيما ضم ميدو الحارس الناشئ عبدالله جمال لقائمة الإسماعيلي لمبارات طلاع الجيش كما انضم المهاجم حسن صابر لقائمة الإسماعيلي للمواجهة المقبلة مع طلاع الجيش